مستمرون مع الفبركات العريضة والواسعة التي لا يقبلها عقل سليم وتلقى رواجا غير مفهوب هذه المرة بطلها هو عم المفبركين كلهم زعيم كوريا الشمالية عبيبنا كيم جونج أون الفبركة عبارة عن منشور يقول زعيم كوريا الشمالية نقطتان الغرب كله يواجه روسيا في أوكرانيا وإذا ما أعلن بوتين الحرب الشاملة لضرب عمق الدول الغربية ستكون كوريا الشمالية بكل ترسنتها العسكرية معه بالطبع التصريح زائف وعار تماما من الصحة ونحن لا نقول أن المعلم كيم لا يخرج بخرجات خرافية إلا أنه لم يعلن إلى غاية هذه اللحظة عن وقوفه إلى جانب روسيا في صراعها مع الغرب وخاصة من ناحية الترسان النووية وما إلى ذلك أما عن آخر تصريحات زعيم كوريا الشمالية النارية فقد أكد فيها على عدم تخلي بلاده عن أسلحتها النووية مضيفا أنه ليس لديه أي شيء يتحدث عنه مع العدو ولا يشعر بالحاجة إلى القيام بذلك تصريح كيم جاء خلال حضوره تدريب وحدة العمليات النووية التكتيكية للجيش الكوري حيث أعرب عن بالغ تقديره لقدرات رد الفعل العالي لقواته القتالية النووية مشددا على أن التجربة قد حققت هدفها وبالمناسبة كيم ما عنده غير النووي يعني لا داعي للفبرك